جيدة من برنامج الدعيب على MBC مصر حلقة الأخيرة قبل الأجازة هتوحشوني جدا 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 يعني طول فترة طبعا وجودي في MBC مصر اللي بتشرف بيها دايما شهر 8 هو بالكامل أجازة فإن شاء الله يعني الوحش بس في الأجازة طبعا أجازات كلها جميلة وحلوة ونستناها لكن من الواحد هيبعد عنكم إن شاء الله نرجع تاني في أول 9 بإذن الله طيب عندنا أخبار مهمة وأول خبر هو انفراد برنامج اللعيب لو تفتكروا المعادي وكيل يحيى عطية الله محسن المعادي وكيل عطية الله يحيى عطية الله دخل معنا وقال لنا إن يحيى فيه مفاوضات مع النادي الأهلي وكنا أول برنامج أزاع هذا الخبر دلوقتي حالا يحيى عطية الله رسميا في النادي الأهلي مبروك للنادي الأهلي صفقة محترمة صفقة مهمة جدا في ظل التطورات كمان اللي بيعيشها النادي الأهلي من إصابة علي معلول وإصابة كريم فؤاد ربنا يشفيهم ويرجحهم بالسلامة خلاص اكتاز الكشف الطبي